السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من توتوريا لانشاء سلاح في البلندر. بهالفيديو راح نحكي عن الفاست كارف ادون. طبعا الفاست كارف ادون تلاقيه في الجوجل. تكتب فاست كارف ادون بلندر. بعدين تروع على موقع كيت هوب. بتلاقي الفاست كارف ادون موجود هون. تضغط على كود دونلود زيب. طبعا بعد ما تنزل مثلا تاخده على الموقع اللي بتخزن فيه البرنامج تبعك. انا بدي نزله هون على سبيل المثال على سطح المكتب. طبعا انا ما بحفظ على سطح المكتب بس كمثال يعني. بعد ما نزلت تجي على اديت بريفرنسز هون تضغط على ادون طبعا انستال تروح تدور على الملف تبعك ديسك توب مثلا تضغط على فاست كارف ماستر بيخزن لك الادون في البلندر. طبعا انا موجود عندي مسبقا لهيك ما رح اضغط عليه. طبعا بعد ما تزوي انستال للادون تجي للخيارات سيف بريفرنسز. طبعا بشو نستفيد من الفاست كارف ادون? اذا ضغطت على حرف ان بتلاقي الفاست كارف موجود هون في الاسفل. عندي هالمكعب على على سبيل المثال بدي اقطع جزء من هالمكعب. اضافة اااا على سبيل المثال جي اكس برفع شوي على سبيل المثال بدي اقطع ااا هالجزء من المكعب باستخدام اليو في سفير. بجي على المكعب. اد موديفاير. هون اختار الوبجيكت اليوفي سفير وهون تتأكد انه هو طبعا بس ضغطت على تجي تحزف بتلاقي انه هالجزء راح من المكعب طبعا اول شي بدي افعل مشان اذا تغطت على اي شي بيتبين عالشاشة طبعا شو فائدة عندك على سبيل المثال هالشكل وبدك تساوله تنعيم بتلاقي انه في كتير تفاصيل بالشكل ويعني تحتاج لكتير من الوقت لتساوي تنعيم لهذا الشكل اذا جيت للفاست كارف اول شي موجود البوليان البوليان طبعا ما بدي استخدمه لانه موجود عندي بالتولز عندي البولتول موجود مسبقا لهيك ما بدي استخدمه البرميتيفز الاشكال الاساسية كمان ما بدي استخدمه اذا جيت للقائمة التانية عندك طبعا بدك تتأكد انه الشكل اه محدد بمجرد ما تضغط على تلاقي انه صار تنعيم لا الشكل بشكل غير المتوقع طبعا في بعض الاشكاليات تحدث في الشكل عندما تساوي لالوبجيكت والسبب انه اذا جيت لهون بتلاقي مثلا في نقطين قريبين من بعض فيك تضغط على هاي نقطة وبعدين على هاي النقطة طبعا راح ندخل بعد تفاصيل كتير بإذن الله اثناء الكورس اذا ضغطت على هاي بعدين على هاي تجي على الفيرتكس او المش ميرج اتلاست مش ميرج اتلاست يعني ادمج لي هاي النقطة مع هاي النقطة اللي بحددها اخر شيء اذا ماش ميرج اتلاست طبعا هالخيار بدي يستخدمه كتير بالتوتوريال لهيك من الافضل تضغط على الماوس الزر الايمن ضيف لطبعا انا عندي موجود انت راح يكون عندك اد تو كويك فيفوريتس اذا ضغطت على اد تو كويك فيفوريتس بمجرد ما تيجي هون ضغط على حرف كيو بتلاقي اتلاس موجود هون بشكل مباشر اتلاست نلاحظ انه تم دمج هالنقطة مع النقطة التانية طبعا بتلاقي النقطة كمان موجود هون لازم تدمجن في طريقة تانية مثلا اذا اجيت لطلعت من ال ادت مود اجيت للخيارات الخيارات سيمتري نلاحظ انه الخط الاخطر اللي هو الواي اذا ضغطت على الواي هون بتلاقي انه تلقائيا تم دمج النقطة الموجودة في الاسفل مع النقطة الموجودة في الاعلى يعني هيك شو بدك تساوي تشتغل على طرف واحد الطرف الثاني ما في داعي تشتغل عليه بس تساوي باستخدام اه المحور الواي او ناقص واي طبعا اذا كان عم تشتغل على هذا الطرف وبدك تعدل على هذا الطرف هاداك الوقت تضغط على اكس تمام مثلا في عنا هون اشكال تاني تلاحظ هون ما في نقاط اضافية شو لازم تساوي هون الحل ببساطة طبعا في هون عنا نقطة زيادة هم نلاحظ تجي هون واي سيمترايس تلاقي هون كمان النقطة راحة تمام طبعا ما تم في نقاط الزيادة بالشكل والسبب انه عم تشوف هالشكل الغريب بالمجسم انه البيفل صاير زيادة عن الحدود يعني اذا جيت للبيفل وضغطت على شفت مشان اه الحركة تكون بطيئة شفت وتضغط على البيفل وث وتحرك الماوس شوي بتلاقي انه الشكل الغريب راح من المجسم طبعا تسيد البيفل لبين اه ما يطلع لك الشكل الغريب مثلا تسعة ممتاز وهيك منكون اخذنا مثال بسيط عن الفاست كارف هلأ من نجي ندمج الكارفر ادون اللي اخذناه في الفيديو السابق مع الفاست كارفر ادون يعني ناخد مثال بسيط نحزف هالمجسم منضيف مجسم جديد كيوب جيزت بدي ارفع المجسم للأعلى واحد انتر اذا جيت لهالوطائية وضغطت على كونترول شفت اكس كونترول شفت اكس طبعا قلت لكم بالدرس الماضي اذا دخلنا على كارفر ادون وبدأنا نشتغل في المجسم كل شي اضغطو ما راح يطلع هون على الشاشة تمام على سبيل المثال الكات تايب بدي اختار اللاين مثلا نقطع هالجزء سبيس هون كمان نفس الشيء سبيس تخلص منها الشكلين هلأ آآ صار عندنا هالشكل. نضغط على واحد مشان نرجع لها تاك الشكل. بدي يغير الكات هايب هلأ اختار طبعا اغير باستخدام مثلا ستعاش طبعا اكس طمانطعاش او طمانطعاش زيادة ما بدية كنترول شيفت اكس تماني على سبين مثال طبعا الموقع مو ممتاز تضغط على تضغط على مشان تغير موقع الدائرة مثلا اخترنا هالموقع نضغط على الماوس نلاحظ انه هالشكل راح من المجسم. تمام? هلأ ازا ضغطنا على حرف اتش وبعدين ضغطنا على حرف بي تلاحظ يطلع لك هالشكل يعني يعادة الحجم. مثلا عجبني هيك. تمام? طبعا بدي اطلع من هاداك الوضعية. هلأ الموجود عندنا ال اه موجود هون الكثافة. المثال الكسافة. ازا تغير على حرف دي. الشكل بيروح هيك او بالعكس بيروح هيك. يعني تحرك الماوس بتغير الشكل. مثلا بدي اقطع هالجزء من المكعب باستخدام الاداة. بضغط على الماوس الايمن. بعدين بضغط على لاحظ انه هالشكل راح من المجسم. تمام? هلأ اذا ساوت الشكل تجي بدك تستخدم الفاست كارف ادن. طبعا قلنا بنستخدم الفاست كارف ادن. لانه يعني راح يكون في تعقيد بالبيفل يعني بمجرد ما تساوي شيد سموث للشكل بتلاحظ انه الشكل غريب كتير. كونترول زيت. اذا ضغطت على بتلاحظ شكل ممتاز. يعني بدك تشتغل كتير لبين ما توصل هالنتيجة. بينما الفاست كارف ادن بيسمح لك انه تساوي هالشكل بجزء من من الثانية. تمام? طبعا هات كان كان مثال بسيط للفاست كارف. واخدنا كمان مثال من الدرس الماضي. من الفيديو الماضي. وبالدرس الجاي راح نبلش معكم توتوريال انشاء سلاح. ومنشوفكم بالفيديو الجاي. اشتركوا في القناة